إذا نكمل مع الWool Details طبعا الWool Details راح شوف فيها إذا تفاصيل Layout Schedule on Elevation كالعادة فيها Layout راح شوف عندك Layout الخاصة فيه الWool وطبعا الآن إيش عندنا؟ عندنا Wool 1 W1 W1 نسبة اللي إحنا أعطيناها W تقدر تسميه أي سميه وانت تريده و W1234 إذا عندك W1234 مثل ما تلاحظ الآن أمامك في الSchedules on Tables راح شوف عندك Bill of Materials الVolume اللي موجود عندك في الQuantities وهنا أيضا عندك مستخدم كل الريبر اللي مستخدمه هو الآن حاليا مستخدم 12 أزعى دائميرر وهذا الويت الخاص فيه أوكي؟ هذا طبعا ضمن الWool ضمن الElevation طبعا فيه الWool الأول راح شوف Elevation فيه كل الأدوار المعنية طبعا راح شوف أنه عندك فيه كل دور ما أخذ سكشن يعني هنا عندك سكشن A, B, C, D, E المفروض أنه السكاشن هذه موجودة عندك هنا ضمن الW1 أوكي؟ راح شوف عندك فيه Elevation التالي راح شوف عندك الارتفاع الخاص في الدور راح شوف عندك تفاصيل حديد التسليح المين هو اللي هي في الأساس تكون عندك الVarical الحمودية ومثل ما تلاحظ هذه التفاصيل وإذا راح شوف عندك التفاصيل اللي تكون عندك بهذا الشكل 12 على مسافة 350 E, F وأيضا عندك هذه 12 على مسافة 350 هذا الكلام راح شوفه في كل دور في كل دور راح شوف عندك هذه التفاصيل طبعا الآن هذه Elevation في All Bars يعني البار هذه المعنية مثلها لك على شكل بيانات يعني أوكي؟ انتشرت على 350 فأخذ هذه البيانات وضع ليها على شكل بارس حقيقية All Bars أوكي؟ الآن أخذ لي السكشن السكشن الأول مثل ما تلاحظ هذا هو السكشن الأول ويحتوي لك على اللينث اللي هو سبعة أمتار 700 مليمتر وأيضا التفاصيل لأنه أوكي عندك النشر 12 على 350 وهذا أيضا 12 على 350 هذا السكشن الأول F1 سكشن الثاني اللي هو سكشن بي مثل ما تلاحظ W1 سكشن بي أيضا عندك 12 على 350 سكشن سي 12 على 350 سكشن دي أيضا 12 على 350 وهكذا بالنسبة للسكشن أيضا أوكي هنا عندك الخاصة فيه وعندك وعندك الكيج إذا ما تلاحظ الآن أمامك رح يبدأ يعمل لك الكيج هذا هي الكيج تقدر تعمل زوم وتشوف التفاصيل الخاصة في الكيج مثل ما تلاحظ الآن أمامك أوكي طبعا هذا الكلام رح يبدأ ينعكس عندك على إيش على كل كل اللي هي موجودة طبعا أوكي مثل ما تلاحظ الآن كل الوولز كل الوولز تحتوي لك على نفس التفاصيل ونفس مبدأ العمل أوكي يختلف بعض ربما تختلف إذا كان عندك كور إذا كان عندك فتحات داخل الوول رح تبدأ يختلف بعض التفاصيل ويقوم بإضافة بعض التفاصيل الأخرى داخل الوول بإضافة بعض التفاصيل